في هذه المساحة التفاعلية تعلم هؤلاء كيف يجدون حلولا لا عنفية للمشاكل التي تواجههم ضمن إطار مشروع لنعمل معا على مد الجسور الذي نظمه المركز اللبناني للتربية المدنية نعمل مع أربع مناطق اللي هي الحدث شويفات وعين الرمانة والشياح واخترنا هذه المناطق أكيد لأن هذه مناطق جغرافيا كتير أي من بعض وكمان مناطق هي ساخنة أهمية هذا المسرح أنه ينعمل بالشارع ويكون لكل الناس طلاب من مختلف المدارس والمناطق باتوا قادرين على خلق بدائلة للعنف لما نسمع الشخص الآخر نعرف كيف نحل المشكلة نعرفه شو بده ونحنا شو بدنا نحنا كيف ننظر للمشكلة يعني يمكن أنا بشوف المشكلة من عين وحدة بس هي المشكلة إذا أسناها من كذا زاوية هي ممكن أن نلقيها كذا حالي تعلمت كيف قدر واجه المسؤول أو الدولة كهيكل مش كشخص أنا قبل ما كنت يمكن كتير اسمع غيري يصير مشاكل ما نكون نحنا نتناقش خلص نعمل مشكل بس لأنه واحد ضد الثاني استطاع المشاركون في المسرح التفاعلي تخطي الحواجز التقليدية فهل يتعلم منهم السياسيون؟ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا